انت حظك وحش الحمد لله ليه بقول حظك وحش فالك تريسة أقول لي زمالي حتى قبل ما ندخل كان يعتبر هو راجل واضح انه مدرب محترم واضح انه مدرب كبير له بعض اللمسات وبعض المباريات اللي قدها بشكل كويس والمقص انا افتكر كويس وكننا مع بعض على التليفون أو حتى كنت ديف معايا وقلتها كان المقص رغم الظروف الصعبة جدا بس كان بيعمل مباريات جيدة في أول الموسم جيدة حتى ما كانتش كلها انت سواء بس جيدة بس انت روحت المقص امكانيات كانت قليلة روحت الجونة فريق عنده بعض المشاكل الفنية فالتجربتين ما نجحوش في الأول والآخر يعني ما نجحوش كترجمة يعني ده خلينا نكون يعني صرحة ان تجربة المقصة اكيد نجحت ليه اكيد نجحت لانه جالك عرض واثنين وانت بسك المقصة يعني اكيد الناس شافت الشغل كويس وعارفة الامكانيات كويس بدليل انت بعد ما مشيت النتائج طبعا اه اه انا ممكن اكون اتكلمت على المقصة بشكل عام مش تجربة اه اه بشكل عام اه ممكن بشكل عام لكن الهدف احنا كنا عارفين ان احنا من اول يوم ان احنا ظروفنا صعبة جدا كناتنا صعبة جدا جدا اه عندنا بعض الكسور المادية الواضحة جدا جوا الفرقة اه جوا النادي يعني فأكيد كان وضع صعب جدا فقابلنا التحدي والحمد لله رب العميل الوقت ما مش كان ترتيبنا كان جيد ما كناش يعني كنا تقريبا فوق منطقة الهبوط وكنا عاملين نتائج جايدة جدا جدا يعني عاملين تقريبا ستة عدولات مع فرقة كبيرة جدا وكسبنين ماطش ومغلوبين تقريبا اربعة فتقريبا كان الوضع كان جايد لحد كبير يعني فهذه الظروف طلعنا جبنا لعبة من الدرجة التانية والحمد لله رب العميل لها اسمها كويس دلوقتي وأنديب الكتير بتكلمهم دلوقتي وقدرنا نخد تجربة الحمد لله لحد كبير تجربة جيدة في الكورة كمان قال بقى كابتن كريم قدينا كورة كويسة جدا يعني ماتش بيرمز اول ماتش اتنين واحد عملنا شوت تاني رائع جدا تتكلم من تاني ماتش الجونة بتكسب تالت ماتش سيراميكا ومتعاشر لعبة شوت كامل تطرد منك عيب من شوت الاولاني وتطلع بتعادل سفر سفر ماتش الاتحاد عمل مباراة هيلة وتقدر تكسب وتتعادل ماتش امبي بتتعادل ماتش يعني ماتشات كتير جدا جيش يعني عايز بنك العيب تخسر واحد سفر في ظروف صعبة جدا يعني القصة ان انت الحمد لله رب العالمين دا المقص دا تتمل حاجة كويسة الجونة التوقيت بس اللي خني شوي يعني انا كان نفس اروح الجونة من الاول الموسم يعني تقريبا يعني لو كان ما فيش لو بقى يعني الحمد لله رب العالمين ان كل بتاع ربنا سبحانه وتعالى لكن توقيت المروح للجونة كمان على ماتشات يعني برضو كان ممكن التوقيت يخدمك لكن لو مش هتلاعب مثلا اول ماتش بدأنا بفليوتشار تاني ماتش بيرامد تالت ماتش بتتكلم في السيراميكا بره ربع ماتش فهم قصد ايه يعني ماتشات صعبة جدا في الاول كمان اول في توقيت قليل جدا صحيح هاي دي النقطة بس اللي انت فإزاق دي ان كان القد عادة يعني ما اجيبت شوانا لعيب ما قدرتش اجيب لعيبة انت تختارها انت تختارها انك تكمل حتى الناقص اللي عندك في وقت مثلا مختلف شوية ووقت يبقى جايب بالنسبة لك لكن ما قدرناش نعمل الكلام ده التجربة اللي حبيتها اكتر المقصة او لجونة الاتنين والله والله الاتنين يعني بس في واحدة تبقى فيها درجة زيادة لا والله عارف كابتان كريم المقصة بحلوتها ببدايتها بتكوين الفرقة الحمد لله رب عمي مكنات وليلة قدرنا بقالينا الحمد لله رب العالمين تكوين جايد الحمد لله الواحد ساهم يعني الواحد سعيد ان هو ساهم في تكوين فرقتين السنة فيوتشر والمقص فيوتشر كانت امكانيات عالية وكانت امكانيات جايدة في اول السيزون كان الواحد موجود معاهم قبل ما طبعا ما ما يجيبوا كابتان علي فكاننا بدأنا نتكوين الفرقة يعني نحن صعدنا بكواكولة فلما بدأنا في اجتماعات في الاول على الورق كده قبل ما ننزل الملعب بدأنا نتكوين الفرقة فالحمده الله قدرنا نكون جزء كبير من فرقة في فيوتشر زائد ان انت رحت تكوينت المقص الممكنات ضعيفة جدا من أبرز اللاعبين اللي انت اخترتهم في فيوتشر ده اخترنا لعبة كتير اخترنا لعبة كتير يعني جوناسان بتتكلم في مرعية بتتكلم في ربي الحمدي تقول بتتكلم في انا مش عز انسى حد بس بتتكلم في لعبة كتير لعبة كتير بتتكلم في احمد عاطف بتتكلم في